السلام عليكم ورحمة الله بركاته ازايك يا شباب يا رب تكون في افضل حال دايما نتمنى دايما يا شباب نكون في افضل حال ربنا ينصر فلسطين واهل فلسطين وينصرنا جميعا على عدقنا اللهم امين يا رب العالمين كنت وعدت الناس ان احنا ازاي هنعمل صفحة هبوط على بلوجر سواء الصفحة دي لوكر او صفحة هبوط من غير ما الصفحة تتحزف او يحصل لها حاجة حل المشكلة دي مش هينفع في حلقة واحدة المها فانا هعملها على اجزاء كل حلقة هشرح حاجة معينة بتحل المشكلة دي والحلقة الوحدة هتكون كافية ان انت تشتغل بيها من الى مش هتحتاج لحلقات تانية الحلقة التانية هيبقى فيها طريقة تانية خالص غير الاولانية النهاردة هنبتدي ببلوجر دا كده شركة اد بلو ميديا اللي هي سبي اي بيلد ضاير اسمها دا كده اللوكر انا زبطته زبطت الخلفية وسيفت خلاص عايز اخد اللينك بتاعها تمام بعمل بلد من هنا كده انا عمل لها تست حاجة كده اختبار وهاجي هنا برضو اختار تست بعد كده جنريت كود الجيفسكريب ناس كتير طلبتها مني دي بيبقى لها زي كود خاص كده بينحط في الهيدر ماشي والاكواد دي بتنحط فيها بيبقى عمل زي قالب صغير خاص تمام دا هيبقى في حلقة الوحدة لانه ما بينفعش ينحط ككود كده وطبعا رابط الديريكت لينك الايام دي بقى بيديلك يور ديبلو مين اه انا في الانجليزي مش قوي فاعذروني تمام فانت بتاخد من بعد الرابط من بعد اللي سلاش دي تضيفه في البرائفت ميرور لو انت عامل برايفت ميرور على استضافة او دومين مدفوع يعني ولكن حلقة النهاردة للناس اللي هي مش عندها استضافة او مش قادرة تشتري استضافة فهنعمل ايه هنشتغل على كود الاي فريم ده تمام طبعا ده كود الاي فريم يا جماعة باجي اعلم عليه كده كله كوبي ولكن قبل ما احطه في اي مدونة الميتين بيكسل دي انا عايز ازولها الميتين بيكسل دي بيبقى حجم اللقر الطبيعي اللي هو ايه هتشوفوه دلوقتي اللي هو لا يا جماعة ده كده يا جماعة الطول بتاع الميتين بيكسل تمام هو هنا ازيت كمان يعني هو الشاشة كبيرة عنده تمام فاحنا هنعمل ايه هناخد الكود هناخد الكود كده تمام او قبل ما ناخد كوبي هنتوجه طبعا اه لصفحة بلوجر اه لما كنت محتفظ بشوية حاجات كده صفحات هحاول اجمعها لكم وعدها لكم بس اجمعهم الاول من على المدونات عندي ودي حل المشكلة برضو بتاعتنا ماشي ده هنشرحها في الحلقة الجيهة ان شاء الله ولكن ان لوكر النهار ده بس ده موقع بلوجر يا جماعة اللي مش عارفوا ده عبارة عن استضافة مجانية جوجل بتقدمها لها ولكن ما بتقبلش اي اكواد مخدعة او اكواد تضر بالجهاز او اي شيء من هذا القبيل بتبقى حريصة شوية في الحكاية دي فاحنا هنعمل ايه هنعمل مدونة جديدة هنيجي هنا مثلا هنسميها تست وهنا مثلا تست تم انشاء المدونة هتقول له حفظ تمام حفظ تمام تم انشاء المدونة المدونة لازم تصبر عليها عشر ثواني قبل ما تفتح روابط او تفتح اي حاجة عشان يعني بتتسجل لسه على سجلات جوجل بعد كده بتفتح المدونة عادي دي رابط المدونة الخاص بيك مجاني تماما ودي المدونة بتاعتك برضو مجاني تماما دي كده صفحة الهبوط بتاعتك هتشتغل عليها اما صفحة هبوط او لوكر تعني انجرب اللوكر الاول هنيجي هنا على المشاركات وهنيجي هنا على المدونة مرة تانية هنيجي على المظهر هنيجي جنب التخصيص كده هتلاقي سهم صغير هتضغط عليه هتلاقي تعديل HTML تمام اي اكواد في الصفحة دي هتعمل CTRL A وحسف وبعد كده هسيب لك فولدر في ادوات الحلقة هتلاقيه يعني اسفل الفيديو هتفتحه تمام هتلاقي فيه قالب تنظيف وقالب تخطي الروابط وقالب مدونة فارغة احنا هنستخدم اتنين بس قالب تنظيف وهتاخد اللي فيه كل كوبي هترجع تاني تحط الاكواد هنا كده وتعمل حفظ وهترجع تاني هتعمل ريفريش عشان المدونة دي تكون متناسقة مع الموبايل والديسك توب واي جهاز هتعمل ايه هتجي على السهم ده كده وتعمل اعدادات الجوال هتلاقي هنا الجوال وسطح المكتب هتختار سطح المكتب وتعمل حفظ ماشي تعمل ريفريش مرة تانية تمام جدا هنا كده التنصيق هتفتحه هتيجي على رسائل المدونة الالكترونية هتعمل لها تعديل ماشي السبعة دي هتخليها زيرو وبعد كده هتقفل اي حاجة مفتوحة ماشي نزهر التصنيفات ازرار المشاركة الموقع الجغرافي اي حاجة هتقفلها بعد كده هتدوس على حفظ هنرجع تاني للكود بتاعنا الافريم هناخده كده كوبي وهنرجع على المدونة بتاعتنا تاني هنعمل اضافة اداة وهنيجي على الجافة سكريب وهنحط في المحتوى العنوان فوق مش هتكتب حاجة المحتوى هتحط الكود بتاعنا ولكن زي ما احنا اتفقنا المتين بيكسل دي هنخليها مثلا ستة مية وبتعمل حفظ اه تعالى نفتح المدونة مرة تانية تمام ظهرت معانا بالشكل ده طيب خلينا نعمل ايام نوت روبوت اللوكر فتح معانا عادي جدا خلينا نعمل حاجة احسن من كده هنيجي على الكود مرة تانية الستة مية دي هنخليها مثلا الف ومتين تمام يستحسن اه علامة الحفظ اللي تحت دي تضغط عليها المدونة بتاعتنا الجديدة دي نشوف شكلها بقى عامل ازاي تمام كده زبطت جدا تمام الاول ادتنا الابعاد مش مزبوطة وفي كلام تحت لا فوق الدنيا تمام هنعمل ايام نوت روبوت تمام ظهرت معانا مية مية وزي الفل تمام ده كده اللوكر بتاعنا طبعا لو في اي كلام انت بقى بتكتبه في اعدادات اللوكر نفسها من هنا ماشي يعني عايز اوري لكم حاجة سريعة عشان بس يكوش معايا حاجة زي كده اعمل وهاجي ااخد الكود كده ابدو كينج برضو تمام هاجي ااخد لاي فريم كده هرجع تاني على المدونة افتح الجافة سكريبت تعديل هشيل اللي موجود كله وهاجي على المتين دي وازود واحد قبل الاتنين بحيس تبقى الف ومتين بيكسل وبعد كده حفظ تعالى نشوف المدونة مرة تالتة الخلفية زي ما انتوا شايفين واللوكر برضو زي ما انتوا شايفين طبعا انت اللوكر ده حاول تعمله يعني احترافي جدا جدا انا بقول لك ازاي بس تحطه في المدونة وتشتغل بيها الرابط ده كده لو انا عايز بقى اسوأ ليه او اشتغل بيه المدونة دي كده يا جماعة المدونة دي كده يا جماعة هتبقى صالحة للوكر واحد او صفحة هبوط واحدة طيب انا لو عندي صفحة هبوط هشغلها ازاي زي ما انا وريتك انا كنت عامل هنا صفحات هبوط كنت منزلها من بيلد تقريبا ولسه موجود عندي يعني الكود ده يا جماعة تمام ده لسه موجود عندي دي الحاجات دي في بعض الحاجات كده من سيبي اي بيلد تمبلة الجاهز لسه موجود عندي تمام كنت شغل بيه برضه بنفس الطريقة بالزبط بنجيب الاكواد ونعملها بنفس الطريقة بالزبط والدنيا بتبقى شغلة تمام فالطريقة دي يا جماعة صالحة لصفحة هبوط واحدة او صالحة للوكر واحد طيب عرفنا كده اللوكر وعرفنا صفحة الهبوط تمام لو عايز اعمل مثلا المدونة دي سبتة طيب نفترض ان دي صفحة هبوط واحنا عايزينها طيب هنشوف ال view page source بتاعها هناخده طبعا كل copy تمام وهنرجع على مدوناتنا تاني تمام هي هي المدونة اللي احنا اشتغلنا عليها اللوكر لو انا عايز اركب عليها صفحة الهبوط هاجي على التنسيق وهاجي على الجافا سكريبت تعديل ماشي هشيل الكود كله وحط الكود بتاع الصفحة واعمل حفظ تمام تعال نعرض المدونة مرة تانية اللي تم ظهر معانا صفحة الهبوط عادي جدا طيب الاكواد دي مش محببة على بلوجر يعني حاول لما تيجي تعمل العروض دي اعملها في وسط موضوع عشان ما تتحذفش منك تمام يا اما هقولك على حال بسيط جدا العرض ده مثلا هنشوف اي عرض من سيب اي بلت اوور تعال نتفق على عرض نشتغل بيه اي عرض يعني انا مش فارق معايا هشتغل عليه تعال على بلوجر سيبك بقى من صفحة الهبوط وسيبك من اللوكر عارفنا بيتعمل ازاي تاخد الرابط بقى تسوقله بمعرفتك لو انا بقى عايز اشتغل المدونة دي صلحة لاي عرض اشتغل بيه اعمل ايه هتيجي على تعديل دي كده وتعمل ازالة وتسيب المدونة كده هتيجي على المظهر هتعمل من هنا كده التخصيص دي هتخليها تعديل هتنزل على تعديل والاكواد اللي احنا كنا حطينها هنشيلها كلها طبعا انت هتشتغل على اكتر من مدونة بس انا بشرح على نفس المدونة عشان ما اضيعش وقت في عملان مدونة ماشي؟ طيب هتيجي على قالب تخطي الروابط وهتاخد الاكواد كلها اللي فيه وترجع تاني على المدونة هتحط بسط وتعمل حفظ القالب ده بمثابت سكيب اد اللي هو ايه تخطي الاعلان او اختصار الروابط تمام؟ تعال نشوف المدونة بقى شكلها عمل ازاي؟ دي شكل المدونة يا جماعة عبارة عن ثلاث ثواني يعني نعمل رفريش تاني بيعد ثلاث ثواني الكلام ده كله انت تقدر تغيره من القالب نفسه يعني كل الكلام دوت القالب ده هو عبارة عن صفحة واحدة بس تمام؟ والرابط طبعا يعني المدونة هتصلح لمية رابط تمام؟ مش كل شوية هتشيل الكود وتحط الكود لأ تعال بقى كده نشوف هنحط الاعلان بتاعه فين؟ ده هيبقى تخطي بس يا جماعة هنا يعني صفحة تخط العروض او صفحة العروض تمام؟ وهنا يعني ايه؟ احصل بقى على الهدية بتاعتك يعني دي توجهات للزاير عشان يتخطى الصفحة دي فهنيجي نتخطى الصفحة دي او نحط العرض بتاعنا فيها ازاي؟ هنيجي على هنا بقول لك لازم تشغل على طيب ماشي نرجع تاني تعال نشوف اي عرض في مصر عشان يفتح معنا يجب سيرش تمام؟ هناخد اي عرض اليوم اربح ايفون طيب العرض ده شكل كويس هاجي هاجي على العرض من هنا لو ما لقيتش جيت لينك يبقى ملوش رابط بيشتغل بس على ال وعلى وعلى تمام؟ انما دي مسموح لك ان انت اي اتروج عادي جدا بالرابط بتاخده كوبي هنشوف العرض ده شكله عامل ازاي الاول دي صورة العرض يا جماعة تمام؟ نحط الرابط مرة تانية بس تندبوه تمام جدا دي صورة العرض انا عايز بقى الصفحة دي تكون صفحة الهبوط بتاع العرض يعني هي جضغط على الكلمة دي تمام؟ تبقى هي بمثابة صفحة الهبوط الطريقة دي لو انت عايز بس تشتغل على مدونة واحدة بس صالحة لاكتر من عرض يعني ممكن تحط فيها الف عرض مفيش مشكلة خالص هتيجي هنا تعمل مشاركة جديدة وكل اللي عليك في العنوان هتحط رابط الاوفر بتاعك او العرض بتاعك وتعمل نشر تأكيد اصبح عندك موضوع بالرابط العرض بتاعك هتيجي تعمل عرض هيفتح معانا ثلاث ثواني وبعد كده تمام؟ ده لو انت بقى ايه صفحة هبوط او مثلا بتسوق بتسوق على طيب انا ليه عملت المدونة دي مخصوصة؟ عشان لو انت عايز تسوق على الفيسبوك اه الرابط بتاع سيبقي بلد محزور لكن رابط البولوجس بوت اللي هي رابط مش هيبقى محزور لو انت شغال ترويج على رسائل الماسنجر والواتساب والتليجرام طبعا الحاجات دي ممنوعة في بلد ان انت تدي لهم رابط مباشر لكن لو انت اديت لهم روابط صفحة هبوط من بلوجر بلوجر بعد كده هيودي على على رابط العرض وعلى فكرة ممكن تختصر الرابط مرة واثنين وثلاثة ممكن تحط اعلانات في نفس الصفحة دي يبقى تربح من الاعلانات وتربح من السي بي ايه تمام؟ وممكن الرابط الزرار لهو تكرره ممكن تحط رابط هنا تربط الجملة دي برابط عندك القلب اعمل في اللي انت عايزه ممكن تكون تهتي منه شوية بس خلينا نكمل لو ضغطت عليها هيفتح للعرض هيفتح ده كده اول عرض تعال ناخد عرض تاني وتالت ورابع مش هنطول يعني هو عرض كمان او اتنين وخلاص خلينا ناخد العرض ده مسلا واكله وايفون عايزين عرض تاني سهل تعال نشوف العرض ده تعبار عن ايه تمام خلينا ناخد الرابط نرجع تاني للمدونة بتاعتنا هنعمل مشاركة جديدة كل اللي علينا هنحط الرابط وبعد كده هنشر تأكيد تمام تعال نفتح بقى الرابط بتاعنا هيعدت ثلاث ثواني لو ضغط هيلاقي الرابط فتح معنا يبقى ده عرض الوحده والتاني عرض الوحده وهكذا يا جماعة لو جبت عشرين عرض عشرين عرض بعشرين مشاركة هيبقى عندك عشرين عرض او عشرين موضوع مختلفين كل عرض بيختلف عن التانيش تمام وده يعتبر موقع اختصار روابط للعروض بديل اللينك فلاي وبديل الحاجات دي تمام كده ان شاء الله مش هطول عليكم ممكن بكرة او بعده هنزل حلقة تانية برضو لبلوجر فيها اتنين سكريبت برضو عشان ما يتحذفش من بلوجر او يحصل اي مشاكل في بلوجر مش هطول عليكم اكتر من كده دي نهاية حلقتنا كنت معاكم سيد نعيم والسلام عليكم ورحمة الله بله